موسيقى موسيقى وصلنا معكم مشاهدين لفقرتنا الطبية وبعض الناس لما بيبزلوا مجهود كبير بيبقوا حاسين بهبوط وضوخة وده ناتج عن هبوط السكر في الدم الموضوع ممكن يكون مرضي ممكن يكون حاجة عرضة ده اللي هنعرفه مع ضفنا اللي منوارنا دكتور أحمد الشيخ استشاري الأمراض البطنة بالمهد القومي للسكر والغضد الصماء أهلا وسهلا بحديك يا دكتور أهلا وسهلا للفنان إيه المقصود بهبوط السكر في الدم بسم الله الرحمن الرحيم أولا ده بحي حضرتك إن احنا اختارنا موضوع مهم جدا هيفيد الناس جدا يعني موضوع شيق وكله إفادة طبعا خاصة إنه مرض السكر حاليا هو تقريبا المرض الأكثر انتشارا على مستوى العالم عدد مرض السكر في العالم 500 مليون مريض ومرشح للزيادة باستمرار فكرة الهبوط يعني بما إن إحنا بقى في الصيام المفترض إنه أي مريض سكر المفروض إن إحنا بنحميه من هبوط السكر ده أهم بكتير جدا جدا من ارتفاعه هبوط السكر هو أكتر موقف المفروض طارق أو في الطوارق أي حد بيتعامل مع الهرمونات أو مع مرض السكر هيتعرض ليه باستمرار السكر لو عالي إحنا مش بنقلق قوي يعني ممكن ناخد أيام على ما ننازل السكر ما بيحصلش مشكلة كبيرة لكن انخفاض السكر بشكل مفاجئ ده ممكن يعمل مشكلة كبيرة في المخ لأنه ربنا خالق خلايا المخ ما تقدرش تحتمل فقد أو ضأس السكر لده أي المخ مش بيقدر يستخدم أي وقود في الجسم إلا الجلوكوز بس فلو الجلوكوز قليل يحصل مشكلة كبيرة جدا وابتدي يحصل أعراض هبوط السكر يعني هنتكلم عنها طبعا المريض بيحس بدوخة شديدة بيحس برعشة في الأطراف سرعة في ضربات القلب عرق شديد جدا وبرودة في الجسم يعني عرقان عرق غزير وجسمه مش دافي أو سخر لا الجسم بيبقى بارد أو متلج يعرف على طول ان فيه مشكلة في السكر المفترض انه فيه على مستوى العالم حوالي 150 مليون مسلم مريض بالسكر يعني 150 مليون مريض مسلم عنده سكر من النوع التاني معظمهم بيصر ان هو بيصوم في رمضان فوارد جدا انه يتعرض لنوبات هبوط فاحنا علشان كده لازم يبقى فيه احترازات وفيه تفقيف معين ان احنا ناقي المرضى ان هما يحصل لهم هبوط سكر أثناء الصيام علشان الصيام يبقى آمن وما فيهوش أضرار طيب بيبقى دلوقتي نتكلم على مويد السكر ايو فوق لو اتعرض لهبوط وده مؤسس عليه حتى مهنة الطب كلها مؤسسة على القعدتين دول يعني الضرر يزال وانه ضرورة تقدر بقدرها والضرورات تبيح المحظورات فهو فكرة انه لو عنده مشكلة كبيرة مزمنة في امراض القلب يعني فيه قصور في الشرعين التاجية عنده زبحة غير مستقرة عنده مشاكل في وظيف الكلا ما نفعش تقول له صوم ونبتد احنا الشهر على ما يخلص التلاتين يوم يبقى مثلا اعتلال كلوي بسيط يتحول لاعتلال كلوي مزمن او لقدر الله فشل حاد او مزمن او حاج فنمر واحد انت لازم تسأل انا مسبوح لي اصوم ولا لا لو الدكتور قالك لا انت ممنوع تصوم فخلاص يعني في البسألة دي برضو فيه حاجة مقررة معروفة اللي هو المرض الذي لا يرجى برقه مريض السكر مش هيجي في وقت من الاوقات يبقى ما عندوش سكر وبالتالي هو غير مكلف يعني حتى لو افطر خلاص بيطلع فيدي عن اليوم اللي بيفطره وخلاص بدأ فيه الدكتور الطبيب السقة قال له افطره وخلاص يبقى دي نمرة واحد انا اعرف الاول انا هصوم ولا لا نمرة دي نوع الادوية اللي احنا بناخدها قبل رمضان المفترض قبل الصيام يعني بتلات شهور بشهرين بيزبط السكر كويس يكون كنترولد بشكل محترم ما يكونش داخل رمضان وسكري التراكمي مثلا 12 و13 ومنتظر ان انا صوم لأ قبلها بفترة يعني احنا بنسميها البريرمضان اسيسمنت انا بروح للدكتور انا هعمل ايه في رمضان طب الادوية اللي انا بخدها مظبوطة ولا لا سكري مظبوطة ولا لا الصايم والفاطر والتراكمي بناءا عليه احنا بنبتدي نعدل شوية في الجرعات نوع الدواء اللي هو بياخده المفترض انه فيه طفرة كبيرة جدا في ادوية السكر على مستوى العالم فيه ادوية اللي هي الجيل الاول من الادوية بتسبب هبوط بنوبات عنيفة ومتكررة في الحالة دي انا بغير له الدواء ده يعني خلاص هو مريض سيف وهيصوم وكل شيء اخلي الجرعة اللي هيصوم عليها ما تسببلوش هبوط سكر اما ان انا باحذف 50% من الجرعة او ببدلها بادواء ادوية ما تسببلوش هبوط سكر علشان ما يدخلش في المشاكل طب انت بتاخد اقراص ولا انسولين اقراص نوعها ايه هل هي من الانواع اللي ممكن تسبب هبوط فهديحزف جزء كبير من الجرعة او نشيلها ونستبدلها بادوية من الادوية الجديدة اللي ما بتسببش فيه هبوط سكر ولا انخفاضه طب بياخد انسولين نوع الانسولين ايه فيه الانسولين المخلوط او الهيومان انسولين ممكن يعرضوا طبعا لنوبات هبوط بنغيروا بانواع انسولين حديثة ما تعملش هبوط سكر الجرعة اللي بياخدها لو سكره مزبوط بنحزف منها جزء يعني بنعمل تعديل للجرعة 30% او 50% من الجرعة لو هو بياخد مثلا مرتين فطر وصحور لا نقوله ما تاخدش في الصحور خد في الصحور نص الجرعة المقررة سابقا وياخد الجرعة كاملة في الافطار يعني بيبقى فيه تعديل في جرعات العلاج وطريقة تناوله وهناخده امتى العلاج الحركة والمجهود كل دي تعليمات جزء من الpatient education يعني هو لازم يتعلم هياخد الدواء بتاعه ازاي هيتحرك قد ايه هيعمل المجهود قد ايه علشان ما يتعرضش لنوبات هبوط سكر اثناء الصيام من اكتر الناس عرضة لمشكلة هبوط السكر هو طبعا احنا فيه عندنا حاجة بنسميها التدرج الخطورة يعني بنقسم المرضى على حسب معايير كتيرة جدا يعني اولا نوع السكر مريض السكر من النوع الاول معظمهم غير مسموح لهم بالصيام لانه طبعا ده عايش على انسولين طول حياته سواء كان بقى طفل او شاب في الحالة دي هو بياخد انسولين اكتر من بره في اليوم فيبقى معرض انه هو يحصل له هبوط بشكل اكتر بكتير من النوع التاني يبقى نوع السكر بيحدد السكر النوع الاول معرض لحدوث هبوط اكتر من النوع التاني مريض النوع التاني من السكر لو عنده فترة طويلة يعني عنده سكر اكتر من عشر سنين لو بياخد ادوية من الادوية الاديمة اللي بتسبب نوبات هبوط سكر وما ينفعش نستغنى عنها لو بياخد انسولين واللي بياخد انسولين مرة واحدة غير معرض زي اللي بياخد اكتر من مرة مرتين او تلاتة الحاجة التانية انضباط السكر يعني فكرة السكر التراكمي او اللي احنا بنسميها زاكرة السكر او سكر الخلوي المريض التراكمي بتاعه اكتر من تسعة بيبقى معرض اكتر لارتفاع وانخفاض اثناء الصيام فالصيام ما يكونش امن اوي زي المريض اللي هو داخل الرمضان وهو كنترول وسكره مظبوط وماشي كويس الحاجة التانية طبعا احنا قلنا النوبات للهبوط الناس اللي بتعمل اوبر اكتيفتي حد بيمارس رياضة عنيفة حد شغله اصلا بيقتضي انه يبقى شغال قبل الفطار للساعات اللي هي بالنهار بيعمل مجهود عنيف كل ده طبعا بيحرق الجلوكوز وبينزل السكر في الدم وبيعرضوا لنوبات هبوط بشكل عنيف فاحنا بنعمل موديفكيشن للمسألة دي امتا وتشتغل عدد ساعات قد ايه وطريقة المجهود اللي انت بتعملها ازاي بالزبط يعني لو بيجي قبل الفطار وشغال بيعمل مجهود عنيف طبعا معرض بشكل قوي جدا انه سكره يهبط وفي الحالة دي احنا فيه تعليمات بنقولها يعني فيه اصول لصيام مريض السكر المسموح له اصلا من البداية انه يصوم يعني دكتور القلب قال له يصوم دكتور السكر قال له يصوم السكر لو هبط عن معدل 70 ميلي جرام او زاد عن 300 افطار فوري احنا بنعلم المرضى كده انت بتيجي المفروض فيه جهاز في البيت وده معيار من المعيير اللي بنحدد عليها تدرج الخطورة يعني مريض عنده جهاز سكر بيئيس بيه في البيت واحد تادي بعد دوش لكن ممكن يجي من الصيدلية اللي جنبه مثلا في حد بقى في منطقة انه ما يقدرش لو تعب يئيس السكر يعرف هو كام فكل واحد من دول بياخد نقط معينة طيب انت عملك جهاز في البيت هتقيس انت هتصوم هتحللي 3 او 4 مرات في اليوم الساعة 12 الظهر بيشك دفسه يشوف سكره قد ايه قبل الافطار قبل السحور طيب انا حسيت ان انا تعبان وبقيس لقيت سكر 450 حتى لو الساعة 10 الصبح افطر فورا يعني مدام عدت 300 ميلي جرام يبقى افطر فوري لانه استمراره هيعرضه لمشاكل زي الجفاف الشديد ان سكره 400 او اكتر بيبتدي يعطش عطر شديد جدا سيولة الدم بتتأثر وفيه تخسر في الدم وممكن يحصل جلطات ومشاكل في الحالة دي لا افطر فوري طيب انت رسل قبل ادان المغرب بعشر دقايق بنص ساعة حاسس ان انا دايخ مش مظبوط فبقيس لقيت السكر 55 افطر فوري حتى لو فضل عشر دقايق الناس بقى اهلنا يعملوا ايه انا مصدع طبعا دا هدخل انام لحد ما الادان يده طبعا دا في منتهى الخطورة يعني دا الشخص ممكن ينام لقدر الله ما يقومش انت سكارك قال عن 70 خلاص دي دي رخصة لازم تفتر فورا تاخد حاجات مسكرة تاخد عصير ماية بسكر قطعة شكولاتة اي حاجة ترفع السكر وخلاص ونبدأ لزبخ بالجديد جرعات العلاج ومعدلات المجهود والحركة اللي بيعملها على اساس ايه انه الصيام يكون اامن بس احنا نتجنب اي ضرر حدرك قلت بقى نقطة مهمة دي عايزين نوجهها بقى كده للشباب اللي بيتمرنوا اللي هو بقى الجيم وكلام ده يعني معنى كلام حدرك ان هو التمرين ما يبقاش قبل الفطار عشان طبعا مستحسن جدا جدا يعني انت عندك تبريد عندك جيم فيه مجهود يعني اي مجهود عليه فتمرين ومنحسب صلاة القيام جزء من الحركة او المجهود اللي بطالب به مريض السكر فاني حاجة كويسة جدا انه بيقوم بيتحرك بيصلي فبيضبط السكر وبيحرق الوجبة اللي هو بدأ يكلها في الافطار لاخد مجيش انا قبل المغرب مثلا بروح الجيم واعمل مجهود عنيف فاتعرض لدوبات هبوط ونقص شديد فده مهم جدا يعني اختيار ساعات العمل للمجهود العنيف نعمله موديفكيشن لا نقلل شوية الحركة العنيفة او المجهود الادوية ضروري جدا جدا نتابع الادوية الجديدة اللي هي ما بتعملش اي هبوط في السكر انا رأي انها انقلاب في عالم السكر ان مريض ازاي بياخد ودي على فكرة من الحاجات اللي احنا المفروض يعني نكون عارفينها فيه ادوية دخول الصيام او رمضان لازم تعديل الجرعة الدواء معين بحزف نص الجرعة انت بتاخد مرتين تاخد مرة واحدة بتاخد انسولين كذا ما تاخدش في الصحور او خد نص الجرعة فيه ادوية تانية بقى مش مطلوب اي تعديل بتاخد مرتين فطار وعشاء هتاخد فطار وصحور ونبقاش خايفين ابدا ابدا انه يحصل هبوط او مشاكل بنسميها الادوية المعتمدة على الجلوكوز او جلوكوز دي بندنت بيشتغل امتى بيخلي الجسم يفرز انسولين وقت الاكل بس وبالتالي المريض لو مكلش خلاص هو البنكرياس مرتاح ما بيفرزش انسولين ما بيعرضش الجسم ابدا لانخفاض او هبوط سوك هاي وهو بقى المفروض عشان كده مريض السكر يتابع مع الطبيب بتاعه مع الدكتور طبعا قبل المفروض كان قبل رمضان واسناء رمضان طبعا المتابعة الدورية دي في غاية الاهبين احنا عايزين يا دكتور نصيحة اخيرة في نهاية فقرتنا مع حضرتك كده علشان مريض السكر او الانسان العادي اللي مش مريض سكر يعني يحمي نفسه من التعرض لهبوط السكر في الدم هي كلمة واحدة يريد الناس تعمل بيها الوقاية خيرهم من العلاج ده مبدأ قراروا اصلا اطباء العرب والمسلمين في القرون الوسطى يعني احنا اللي اخترعناها يا ريت نعمل بيه فكرة اه انا خلاص انا بقرر هصوم والصيام بالنسبة لي امن اروح بفترة قبلها بفترة كافية للدكتور اقول ان شاء الله انا هصوم رمضان هل فيه اي تعديل في العلاج فيه اي تحاليل مطلوبة ايه اعمل وظائف كلا باستمرار لانه انا هصوم 16 ساعة عن شرب المياه هل ده مسموح ولا لا لو انا باخد ادوية ضغط او ادوية قلب اتابع دكتور القلب هل انا بسموح لي اصوم ولا او لو صمت اعمل ايه ايه المجهود اللي انا مسموح لي اقوم بيه والمجهود اللي غير مسموح الادوية اخدها بالشكل ده ولا فيه تعديل في الجرعات وباستمرار يبقى فيه متابعة مستمرة وتواصل ده ان شاء الله الامور تعدي تمام وامنة جدا جدا ان شاء الله بشكر حضرتك جدا يا دكتور شكرا لفقد شكرا لحضرتك وهسبكو مشاهدين مع تقرير لشركة من اكبر شركات صناعة المفروشات في مصر والعالم العربي هي شركة شطا لصناعة اقومشة الستاير والمفروشات اللي ليها بصمة واضحة في السوق المصري من خلال منتجاتها اللي بتضم اكبر تشكيلة من اقومشة الستاير والصالونات والتنجيد بالوان وتصميمات ومواصفات عالمية بايدي وصناعة مصرية 100% قدرت شركة شطا تكون علاقة وثيقة بالعميل المصري من خلال استخدام احدث البرامج العالمية اللي بتساعد في اختيار التصميم المناسب لديكور المنزل تعالوا نشوف التقرير احنا بندور ازاي نقدم الخدمة ونقدم السعر ونقدم الجودة فيه ناس بتدور دايما على السعر لا هو السعر مش كل حاجة انت ممكن تلاقي النهاردة السعر المناسب ليك اللي بيديك خدمة وبيديك جودة وبيديك حاجة تعيش معك سنين حاجة تفضل موجودة معاك تفضل مديك الاستمرية تخلي عندك ثقاء نهاردة احنا القماش بتاعنا فيه عملة فعلا بتيجي تقولك انا بقالي عشر سنين ما غيرتش القماش بتاع الأنتري ولا الركنة ولا السطارة من كتر ما هو كأنه جديد بس عايزة غيره عشان خاطر التجديد هو ده فعلا قماشط احنا بنيدي ضمان جودة ضد عيوب الصناعة ضماننا هو اسمنا هو شطة اللي متواجد في السوق الأكتر من 30 سنة احنا دايما علاقتنا بالعملة هي علاقة قائمة مدى الحياة فيه ناس كتير قوي ممكن تستغرب من كلمة مدى الحياة دي لا احنا فراشنا وعملنا فيه ناس كتير قوي جات من ان عندنا اشترت هي لبنتها والاختها والاخوها احنا بيعتبر العائلات بيحبوا اشتروا مننا لان احنا الحمد لله تواجدنا في السوق المصري لأكتر من 30 سنة خبرة اكتر من 30 فرع على مستوى الجمهورية الحمد لله محاقيني انتشار بفضل الله وبفضل عملائنا وبفضل نجحتنا اللي احنا محاقينها بسبب العملاء وبكلامه معننا شطة بدأ يفكر ان هو يبقى مصنع مش مستورد فقط لغير بل بالعكس قدر ان هو يدور ايه الخامة اللي تعيش مع العميل والسعر كمان يكون صغير ما يكونش كبير جدا يحاول ان هو يوفر للعميل الجودة العالية السعر المناسب ليه وكمان يبدأ يدور له ايه الاحتياجات الاساسية الجوه القامة ديت من المعالجات من المعالجة ضد البلد ضد الاتساخ ضد البكتيريا وكمان القامة ديت العمر الافتراضي بتاعها يعيش لأكتر من سنين مش على قد حاجة منتج ممكن يكون مستهلك وبس ويبدأ كمان يحافظ على الجودة بتاعته عدد الشكل العام اللي ممكن يطلع للعميل من الوان كتيرة جدا ايه الالوان اللي المناسبة في السوق المصري وكمان ايه الالوان المناسبة في السوق العالمي بنحاول ان احنا نوفر للعميل ايه الحاجات اللي ممكن يشوفها في كل مكان تبقى موجودة ثلاثين فرع فجميعنا حق الجمهورية دايما عشان دايما قريبين من عملة عنهم خدماتنا ان احنا عندنا بنوفر للعملة وفرنا للعملة ويب سايت خاص بشركتنا شاطا دوت كوم العملة بتقدر تدخل من خلاله تتفرج على جميع المنتجات الجهزة زي السطرة والكوشن والتابلو ويقدروا يطلبوه ويقصته وهم في مكانهم من قردر يوصل لهم اشتركوا في القناة